موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية امفاند كت مشاهدين اهلا بكم بتعليمات سامية من صاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تم اليوم استقبال صاحبات السمو الملكي الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء لمأدوبة غداء بقصر الإليزي بدعوة من السيدة بغيجيت ماكرون وتندرج هذه المأدوبة في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في موضوع آخر كذا رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش اليوم في افتتاح أشغال المنتدى البرلمان الدول الثامن للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين أنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية وقال السيد خنوش في كلمة تلها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتس إنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية تستدعي تضافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وطيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل وأوضح أن هذا التوجه سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضر والقروي وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من أجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية إلى خلق فرصية العمل اللائق ببلادنا مؤكدا أن الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي تمت مباشرتها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية في ذات سياق قال رئيس مجلسي المستشارين النعم ميار اليوم برباط أن صاحب الجلال الملك محمد السادس ما فتأ يؤكد ضمن خطبه ورسائله السامية على الترابط الوثيق بين النمو الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وعلى أن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة وأضف ميار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلمان الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس أن قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال مع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق تعتبر من صميم شغالات جلالة الملك ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة هذا وقد افتتحت صباحا اليوم بمقر مجلسية المستشارين شغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلمان الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأتعرف هذه الدورة حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤول عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية وممثلين عن منظمة العمل الدولية ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنماء بالمغرب بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس الجهوية وخبراء وأكاديميين هذا المنتدى الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق كما وكيفا باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترصيخ أركان الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية أشهدت رئيسة البرلمان الأنديني كريستيناي دالغول يوم بالرباط بجهود المغرب تحت قيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال مشاريع تروم تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية وتوفير بيئة مواطية لخلق فرص للشغل وأكدت في تصريح صحفي على أهامش مشاركتها في أشغال دورة الثامنة للمنتدى البرلمان الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس أكدت أن المغرب نموذج يحتضى بين دول الجنوب بفضل البرامج والمبادرات التي أطلقها في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص الشغل اللائق وذلك بهدف تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتتمحور أعمال المنتدى حول موضوعين رئيسيين هما العمل اللائق والتنمية المستدامة أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية والعمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد إلى المدينة العلمية فاس حيث تم خلال ندوة نظمها المركز الثقافي نجوم تسليط الضوء على التقدم العلمي الذي تم إحرازه في مجال علاج سرطان الثدي لنتابع باقي التفاصيل في تقليل شيماء بك تسليط الضوء على التقدم العلمي الذي تم إحرازه في مجال علاج سرطان الثدي هو هدف هذه الندوة المنظمة من طرف المركز الثقافي نجوم بفاس بمشاركة مهنيين بقطاع الصحة وفاعلين جمعويين مرض سرطان الثدي هو الأول في الإصابات في الحالة النساء في المغرب وكذلك عدد الوفيات دياله مرتفع وكنتسجلوا زيادة في الإصابات كل سنة وكنعتبروا إحنا كمجتمع كفعاليات مجتمع مدني من الواجب ديالنا نحسو السيدات بأهمية هذا الكشف المبكر هدف ديالنا في الجمعية ونساعد المريضات ونوضح لهم الأمور فيما يخص المرض من توعية وتحسيس ومواكبة بجميع الأنواع اللقاء شكل أيضا مناسبة ما خلالها تنظيم حفلة تحسيسية حول أهمية التشخيص والكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة النساء والفتيات الشابات لا سيما التطرق لمختلف العلاجات المرتبطة بالمرض وفي الأخبار الدولية أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الأثنين عزمها قيادة المفاوضية الأوروبية لمدة خمس سنوات أخرى بقى التفاصيل في التقليل السكينة مسويا أكدت أرسولا فوندرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية عزمها على قيادة المفاوضية لمدة خمس سنوات أخرى وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني في برلين هذا الإعلان يدع حدا لأسابيع من التكهنات المتواصلة في بروكسل بشأن مستقبل فونديرلاين السياسي الذي ارتبط أيضا بحلف شمال الأطلسي ويعيد إطلاق السباق على رئاسة المفوضية المؤسسة الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي هذا ويتم تعيين رئيس المفوضية الأوروبية من خلال زعماء الاتحاد الأوروبي بعد الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الأوروبية وفي جديد الملفية السودانية فدى تقرير للأمم المتحدة أن حوالي 25 مليون شخص 14 مليون منهم أطفال بحاجة إلى مساعدات إنسانية ودعم في السودان بعد عشرة أشهر من اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ويواجه السودان واحدة من أحد الأزمات في العالم وحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية فإن حوالي 65% من سكان السودان يفتقرون إلى الرعاية الصحية في حين أن 70 إلى 80% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لم تعد تعمل وقد تم الإبلاغ حسب المصدر ذاته عن حوالي 10500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا بما في ذلك 292 حالة وفاة مشيرا إلى استمرار تفشي العديد من الأمراض إلى الصين مشاهدينا حيث وجددت بيكين عبر وزير خارجيتها وانجي التزامها لفائدات تعزيز محادثات السلام في أوكرانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن هذا واشدد المسؤول الصيني على أن بيكين لعبت دورا نيجابيا في الجهود الرامية لاستعادة السلام في أوكرانيا وأوضح أن الصين باعتبارها دولة حائزة للأسلحة النووية فإنها تحافظ على السياسة النووية الأكثر وضوحا والأكثر تقدمية مع الالتزام بعدم اللجوء للأسلحة النووية وعدم استخدامها ضد الدول غير الحائزة على هذه الأسلحة بما في ذلك أوكرانيا وبعد أن أشار إلى مركزية الأمم المتحدة في النظام العالمي متعدد الأطراف سجل وانج أن الصين تدعم دور مجلس الأمن في قضايا السلام والأمن العالمية نوليا دائما شد والجذب بين الحكومة والمزارعين في الهند يهدأ مؤقتا حيث قدمت الحكومة للمزارعين عرضا يهدف إلى خفض أسعار عدد من المواد والعرض الذي قالت نقابات المزارعين إنها ستدرسه هشام فرحان وتفاصيل هنا في إقليم البنجاب الواقع شمال الهند أوقف المزارعون احتجاجاتهم مؤقتا لبحث عرض الحكومة القاضي بدعم أسعار الذرة والقطن لمدة خمس سنوات المقبلة الخطة الحكومية كان قد أعلنها وزير التجارة وهي تأتي كمحاولة للتخفيف من احتجاجات المزارعين والتي أعقبتها اجتباكات استمرت أسبوعا كاملا مع قوة الأمن نقابات المزارعين قالت إنها ستبحث عرض الحكومة خلال يوم أو يومين بعد أن تتشاور فيما بينها لقد قررنا دراسة مقترح الحكومة من خلال التشاور مع المستشارين القانونيين والمتخصصين بالزراعة قبل أن نتخذ أي قرار نهائي ويعد المزارعون في الهند كتلة تصويتية مؤثرة قبل أشهر من الانتخابات العامة المقررة في ماي المقبل والتي يسعى فيها رئيس الوزراء ننندرا مودي للظفر بولاية ثالثة نعود مشاهدين للأخبار الوطنية حيث نعقد بيتارودانت لقاء تواصلي تمحور حول مستجدات العرض الوطني للتخييم لموسم 2024 المنظم تحت شعار معا لشباب مسؤول ومتألق بقي التفاصيل مع رغدا قبولي بيتارودانت تم تنظيم لقاء تواصلي حول مستجدات العرض الوطني للتخييم لموسم 2024 اللقاء شكل مناسبة للتواصل مع عدد من الجمعيات بإقليم تارودانت المهتم بالبرنامج الوطني للتخييم الذي يعتبر من أكبر البرامج الموجهة لفائدة الطفولة والذي سيستفد منه حوالي 250 ألف الطفل وطفل عبر ربوع المملكة نحاول على أننا من خلال هذه اللقاءة التواصلية لأننا نتواصل مع الجمعيات المحلية بالإقليم وكذلك الجمعيات الجهوية المهم ديلا هو أن الجمعيات تواكب استراتيجية للوزارة في مجال الطفولة الغاية من هذا اللقاء هو تقديم العرض الوطني للتخييم لصيف 2024 وتعريف الجمعيات المحلية بكل المستجدات الخاصة ببرنامج التخييم هذا اللقاء هذا اللي نحاول أن نبرز فيه العرض الوطني للتخييم سنة 2024 سيف 2024 ونعرف الجمعيات المحلية بالجديد العرض الوطني للتخييم ونأهلوهم باش أنهم يستفدوا من هذا العرض الوطني للتخييم البرنامج الوطني للتخييم يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز أنشطة التخييم وتطوير خدماتها عبر تبني سياسة القرب والعضالة المجالية وضمان استمرارية وتطوير الأنشطة السوسيوثقافية وتقوية الشراكة مع المجتمع المدني وطنيا دايما وفي أجواء احتفالية تنس تمتع شاقة تنغو وموسيقى جناو بوجده بحفل موسيقي رائع أحياه فنانون متميزون لنتابع اجتمع عشاق تنغو وموسيقى جناو بمصرح محمد السادس بوجده بمبادرة من المعهد الفرنسي بالمغرب لحضور حفل موسيقي رائع أحياه فنانون متميزون في أجواء احتفالية مزجت بين إيقاعات ألهبت حماس الجمهور أجد سعيد لأول مرة كنجي هنا لوجده وبكل صراحة لقيت بأن الجمهور دي الوجده جمهور ضواق ومتعطش في نفس الوقت لهذا النوع من التظاهرات العرض اللي درنا اليوم هو عرض ما بين الموسيقى الجناوية والطانغو دي الارجنتين والارتجال دي الفن الجاز ازدادت الأجواء حماسا عندما قدم العازف الأرجنتيني جراي والمعلم بقاس رقصات رائعة وببراعة تخللتها أغاني واستعراضات على الإقاع اللاتيني لجناوية أدعو إلى التمازج بين الثقافات مع التركيز بشكل خاص على الموسيقى المغربية التي كان لي شرف اكتشاف تراثها وتنوعها مثل موسيقى جناوى خلال مهرجان جناوى بالصويرة هذا الاتصال الموسيقي أتح للجمهور الوجدي فرصة اكتشاف مزيج بين الجمبري والبومبو وبيانو الجاز حيث الكل مندمج بإيقاع جناوي ما خلق تجربة موسيقية أصيلة وجذابة رياضيا أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة تي القدم الكاف أنه تقرر إجراء قراءة الدورية تمهيد لتصفيات كاسي أمم أفريقيا توتال إنرجيز المغرب 2025 يوم غادنا ثلاثة بالقاهرة الهيئة الكروية القرية وضحت في بيان على موقع الإلكتروني أنه مع انتهاء النسخة تي الرابع وثلاثين من كاسي أمم أفريقيا التي احتضنتها الكوديفور تتجه الأنظار صوب النسخة المقبلة التي ستستضيفها المملكة المغربية بتنظيم قرعة أو قرعة مرحلة الدور التمهيدي من التصفيات يوم غاد بالقاهرة وستقام الجولة التمهيدية الإقصائية لكاسي الأمم الأفريقية توتال إنرجيز المغرب 2025 بمشاركة المنتخبات الثمانية الأقل تصنيفا وفقا لتصنيفات الفيفا وهي الصومال جيبوتي ساوتوميتشاد موريشيوس جنوب السودان ليبريا وإسواتيني وستجرى مقابلات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب ما بين الثامن عشر والسادس والعشرين من مارس المقبل حيث ستتحق أربع منتخبات متأهلة لقائمة المنتخبات الرابعة والأربعين التي ستشارك في الإقصائيات بنظام المجموعات خاض نادي أتليتيكو مادريد اليوم حيثة تدريبية استعدادا لمواجهة فريق ترميلا في إطار ذهابي دور السادس عشر من دور أرطالي أوروبا والمقررة غدا على ملعب سانسيرو كتيبة دييغو سيميوني تتوقع مبارات صعبة بالنظر للعروض الكبيرة التي يقدمها الإنتر في الدور الإيطالي والذي يتقدم على مطارده يوفينتوس بفارق عشر نقاط رفاق جريزمان سيشدون الرحال نحو ميلانو بثقة عالية بعد فوزهم على لاس بالمس بخمسة للسفر خلال عطلة نهاية الأسبوع لذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله